وينضم إلينا من لندن محمد المدحشي الكاتب المختص بالشأن الإيراني سيد محمد كيف تقيم الوضع الإيراني من حيث الاستقالة طريقة تقديمها أيضا ردود الأفعال وهذا الاجتماع الطارئ للبرلمان الإيراني لبحث هذه الاستقالة الشكل العام يبدو أنه محاولة لعقد صفقة سياسية في البداية تحياتي لحضرتك سيدة سنار وأيضا سيدة المشاهدين الكرام طبعا الطريقة التي اختارها ضريف للإعلان على استقالته هي غير معتادة في إيران وعادة ما يتم التنسيق مع المرشد الأعلى والرئيس رئيس الحكومة للإعلان عن هكذا استقالات لكن ضريف اختار وسائل تواصل الاجتماعي إنستجرام للإعلان عن هذه الاستقالة ما يظهر الصراع وانشقاقات ما بين صناعة القرار الإيراني وظهرها إلى العلن هذه نقطة أولى والنقطة الثانية تتعلق بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران التي كانت حجة في الواقع أو مستمسك للإعلان عن هذه الاستقالة أي تمسك ضريف بأنه لم يتم إخباره حول هذه الزيارة واستخدمها كذريعة للإعلان لكن المشكلة تتعلق بالمصادقة على انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم العابرة للحدود الذي المحافظين يرفضون التأييد عليها والانضمام إيران إلى هذه المعاهدات التي تقطع الطريق أمام تمويل إيران للميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة من حزب الله اللبناني إلى الميليشيات في العراق إلى باقي الميليشيات العابرة للحدود هذه نقطة النقطة الثانية تتعلق بصراع آخر حول خلافة خامنئي بعد وفاة هاشمي رفسنجاني في ظروف غامضة التيار الإصلاحي وتيار هاشمي رفسنجاني يحاول على أن يكون روحاني أحد مرشحي خلافة خامنئي وهذا ما صعد من الصراع ما بين المحافظين وجماعة روحاني والمصلاحيين في البلاد وأشير إلى تصريح للعميد حسن عباسي وهو رئيس معهد يقين في الحرص الثوري المقرب من المكتب المرشد الأعلى الذي توعد بشنق روحاني في ساحة الثورة في وسط طهران قبل شهرين وأمس مندوب من مدينة مشهد شمال شرقي إيران قال أن حسن روحاني عمي الوكالة المخابرات البريطانية إذن الاستقالة تعكس بالفعل مشهد مضطرب للغاية في إيران لا يخفى على أحد لكن برأيك هل سيتم احتواء الأزمة؟ هل سيتم قبول الاستقالة؟ هل يعود فيها ضريف؟ أم أنه يمضي قدما في هذه الاستقالة؟ حتى الآن ما استشعرناه من الأجواء بين المحافظين والحكومة يحاولون التهدئة أي يحاولون إعادة ضريف إلى الحكومة ورفض استغالته حتى الآن ما شاهدناه من التصريحات لكن هذه المحاولات لا تعني أن الانشقاقات والصراح في إيران سينتهي بل سيتم تأجيله إلى أمد معين وهذا الأمد لن يكون طويلا وهناك مخططات لمحاكمة وزير الاتصالات والتقنية المعلومات في السلطة الغضائية بعد فشل استجوابه في البرلمان أي السلطة الغضائية الآن تدخل على الخطة السلطة الغضائية الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى الإيراني فالموضوع هو ليس ضريف أو استقال الضريف الموضوع يتعلق بصراح في أروقة النظام الإيراني الذين يرون في حكومة روحاني أنها تعزف خارج الوتر ويريدون بيت داخلي موحد يخدم وجهة نظر المرشد الأعلى في وجه التصعيد الأمريكي لأن حكومة روحاني ترى الحل في جلوس على طاولة مفاوضات مع ترامب وهذا ما لا يريده المرشد الأعلى الإيراني أي هناك انشقاخ في أو اختلاف وجهات النظر في طهران والمرشد الأعلى والحرس الثوري يحاولون توحيد صف البيت الداخلي ونقطة أخرى أيضا صرح بها المحافظون بأن حكومة روحاني هي حكومة الاتفاق النووي ومع انتهاء الاتفاق النووي أيضا هذه الحكومة يجب أن تنتهي أي بمعنى آخر إيران فشلت بجاني ثمار الاتفاق النووي فيريدون حكومة أخرى دينامية أخرى في الحكومة الإيرانية إذن هذه الاستقالة هي انعكاس لوضع سياسي مضطارب وأيضا فجرت العديد من الأزمات في الداخل الإيراني سيد محمد المدحجي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة